بسم الله الرحمن الرحيم روضة أكاديمية العزيز النموذجية سابع الف وبا حل تمارين ومسائل درس الانعكاس تسعة أربعة الفين وعشرين معكم إسراء رحاحلي مبارح يا سادس بالفيديو شرح درس الانعكاس طلبت منكم واجب الواجب كان حل سؤال واحد من تمارين ومسائل صفحة 103 الآن يا سادس خلينا ما بعض نناقش الحل وبتمنى كل ياتكم تكونوا حليتوا وتقارنوا إجاباتكم وتعرفوا أنا كيف حليت يلا خطموا خطموا ما بعض الحل السؤال الأول صفحة 103 السؤال عندك جد صورة كل من النقاط الآتية بعد الانعكاس طالب منك فرع ألف وفرع بق طالب منك فرع ألف في محور السينات حكيت لك في محور السينات بتحافظ على السين وبتعكس الصاد يامس دير بالك السين بتظلها زي ما هي سين بتبقى كما هي بتحافظ على السين تعكس إشارة الصاد بتحافظ على السين تعكس إشارة الصاد أول نقطة معك صفر خمسة حافظت على الصفر وعكست إشارة الخمسة صارت سالب خمسة سالب 4 2 حافظت على السالب 4 كما هي وعكست إشارة 2 خليتها سالب 2 الآن 7 سالب 3 السبعة حافظت عليها وعكست إشارة السالب 3 أصبحت 3 الآن 0 وسالب 2 الصفر حافظت عليه وعكست إشارة السالب 2 أصبحت 2 الآن أنا كاتب ملاحظة وعدتها وزدتها كثير ركز معي بالملاحظة الملاحظة عين السينات يعني الانعكاس ع السينات ماذا يحدث؟ نحافظ على إشارة السين نحافظ على إشارة السين ونعكس إشارة صد سين إشارتها خليها زي ما هي نزلها زي ما هي السين اعكس لي إشارة الصد نيجي لفرعبة فرعبة طالب إنعكاسك في محور الصدات الآن النقطة الأولى 0-5 طب يا ميس إنعكاس محور الصدات شو يعني؟ انعكاس محور الصدات حافظ عصاد إعكس إشارة سين حافظ عصاد إعكس إشارة سين الآن الصفر بدي أعكس إشارته لا رح يظلوا صفر طبعا لأنه ما فيه إشي اسمه سالب صفر وفي منكم بعث لي إجابات سالب صفر ما فيه سالب صفر ولا فيه موجب صفر الصفر ما إلو إشارة قيمة غير معرفة صفر بنزله الخمسة تمام الخمسة حافظت عليها الخمسة صاد بده حافظ عليها الآن السالب أربعة خليتها أربعة وحافظت على الثنين خليتها ثمين السبعة صارت سالب سبعة والسالب ثلاثة خليتها عندك السالب ثلاثة خليتها سالب ثلاثة حافظت عليها بعيد السبعة سالب ثلاث سبعة سالب ثلاث السبعة غيرت إشارتها صارت سالب سبعة السالب ثلاثة حافظت عليها الصفر تبقى صفر ما في سالب صفر وحافظنا على الصاد بقيت سالب اثنين الصفر بتظلها صفر الصاد حافظت عليها ظلت سالب اثنين اذا الملاحظة عين الصادات نحافظ على اشارة صاد نعكس اشارة س السؤال الثالث طبعا ما طلبته منك واجب بس بدي بعد ما اشرح لك اياه اتحاول تحله اذا كانت سين صاد قطعة مستقيمة الخط هذا يعني قطعة مستقيمة حيث معطيك نقطة سين ومعطيك نقطة لصاد سين سالب اثنين ثلاث صاد اربعة سالب اثنين سين سالب اثنين ثلاث صاد اربعة سالب اثنين طبعا هاي اسمه نقطة بنقطة تمام نشوف شو مطلوب منه جد صورة القطعة المستقيمة سين صاد القطعة المستقيمة سين صاد بعد الانعكاس في محور السينات وعينها على المستوى البياني انسان المستوى البياني اشتغل عادي اشتغل عادي يلا اعمل لي انعكاس محور السينات شو يعني انعكاس محور السينات نحافظ على اشارة سين ونعكش اشارة صاد سالب اثنين رح تظل معك سالب اثنين والثلاثة أصبحت سالب ثلاثة الأربعة حافظت عليها ضدت أربعة والسالب الثنين أصبحت ثنين تمام عكست إشارة الصد حافظت على السين عكست إشارة صد الآن المطلوب منك مش هلأ في عندك النقطة قبل الإنعكاس والنقطة بعد الإنعكاس خذ النقاط سين صد قبل ما أنا أعكسهم يعني النقاط الأصليات الآن أنا النقاط الأصليات مثلتهم على المستوى البياني لاحظ كيف سالب ثلاثة أعينها على المستوى البياني أكيد بتعرف تعينها على المستوى الإحداثي صح؟ أعينها أرسم سالب ثلاثة وحط نقطة أربعة سالب ثلاثة وبرضو حط نقطة أربعة سالب ثلاثة وحط نقطة ووصل خط مستقيم أو قطعة مستقيمة تمام؟ الآن كتبت عند الخط قبل الإنعكاس الآن بدي أرسمه بعد الإنعكاس سالب 2 سالب 3 وعين السين 4 2 ارسم ليه بعد الانعكاس الخط اطلع وينه هاي باللون الاحمر هذا خط بعد الانعكاس والخط اللي بالازرق قبل الانعكاس الان في رعبة جت صورة كل من النقاط الاتية اللي هن سين وصاد اللي هم بالسؤال هناك جت صورة القطع المستقيم السين وصاد بعد الانعكاس في محور الصادات وعينها على المستوى البياني الان سين وصاد هاي هم النقاط شو يعني الانعكاس محور الصادات نعكس اشارة سين ونحافظ على الصاد صادك تحافظ عليها يلا حافظ لي على الصاد الصاد ما تغير اشارتها سالب 2 بصير 2 والثلاثة حافظت عليها الاربعة صارت سالب 4 والسالب 2 حافظت عليها الان نحافظ على اشارة صاد ونعكس اشارة سين نمثلها على المستوى البياني يلا سين سالب 2 3 الخط الأزرق اللي هو قبل الانعكاس الخط الأحمر شوفوا هيو بعد الانعكاس تمام طبعا هذا انعكاس محور الصادات الآن عينت النقطة سالة بثنين وثلاث وعينت النقطة صاد أربعة سالة بثنين تمام هاي هون عندك على الخط الأزرق وحاط أنا هيك نقطة إني هيني معيني النقاط ورسمت الخط تمام الآن نيجي لخط الانعكاس اللي هو بعد الانعكاس النقاط بعد الانعكاس طبعا انعكاس صادات الآن حددت النقاط الثنين وثلاث وحددت النقطة الثانية سالة بأربعة وسالة بثنين بعد ما حددت النقاط يا سابع بعد ما حددناه على المستوى الإحداثي وصل خط شوف الرسم كيف عندك اللي بالخط الأزرق قبل الانعكاس واللي بالخط الأحمر بعد الانعكاس طبعا هون انعكاسي على محور الصادات يعطيكم العافية بتمنى السؤال هذا تحط عندك على الدفتر زي ما أنا عاملة بالزط ترسم خطوة خطوة وأي استفسار بدك ياه ممكن أساعدك على الخاص ويعطيكم العافية سابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر